ودلوقتي خلينا نروح لمقر جريدة البوابة نيوز تحديداً مع مرسلتنا مريم ساميح عشان نعرف منها أهم الأخبار في الصحف والمواقع زي ما احنا طبعاً متعاودين مريم صباح الخير عليكي وبنصبح على كل سادة المشاهدين مرة تانية وسمعينك كلنا تفضلي بصبح عليك يا نهواند وصبح عليك يا كريم وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز طبعاً معانا عدة عنوين بارزة صادرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل مقر البوابة نيوز والبداية من بوابة أخبار اليوم اختيار الانديا المشاركة في البطولات الافريقية أزمة كل موسم في الكرة المصرية الحقيقة ان الكرة المصرية بتواجه أزمة كبيرة جداً يمكن بقالها أكثر من موسم أو على يعني مدار السنوات الماضية وده طبعاً بسبب فكرة تأخر اختيار الانديا اللي بتشارك فيه البطولات الافريقية هذا طبعا بسبب تأخر موعد انتهاء الدوري المصري كل عام وده الحقيقة أن تحثت فيه أو تنقشت فيه ربطة الأندية المصرية ودايما كان بيطلب التحاد الكرة من الاتحاد الأفريقي مهلة لحين انتهاء مسابقة الدوري واختيار الأندية المشاركة في البطلات الأفريقية وعلى أساس أن تقوم اللجنة المؤقتة للجبلية العام الماضي بتحديد الأندية المشاركة في البطلات الأفريقية وفقا لآخر يوم حددوا الاتحاد الأفريقي وهو متسبب فيه أزمة وطبعا زي ما احنا شفنا الموسم الماضي اعتراض بعض الأندية وعلى رأسهم سموحة الذي لم يتأهل رغم انهاء الدوري في المركز الرابع وعقب تحديد ربطة الأندية المصرية المحترفة معيير اختيار الأندية بناء على اتفاق مسبق بين الربطة والأندية كما أكد أحمد دياب رئيس ربطة الأندية المصرية في تصرحات سابقة قبل أن يكشف موعد إرسال أسماء الأندية للكاف يوم 30 من يونيو الجاري ومنذ أيام قليلة احتفل فريق فيوتشر بتأهله للكونفدرالية بناء على تصريحات رئيس ربطة الأندية وذلك بعد أن احتل الصاعد حديثا للممتاز المركز الرابع بجدوى المسابقة ويسبق كل من الأهلي وبيرمتز والزمالك وخلال الساعات الأخيرة أعلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أن الموعد الأخير لإستلام أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية هيكون يوم 31 يوليو المقبل ويمكن تقرير بوابة أخبار اليوم طرح سؤال حقيقة في غاية الأهمية وهو هل تعتمد ربطة الأندية قرارها باختيار الأندية في 30 يونيو الجاري على الرغم من عدم انتهاء مسابقة الدوري الممتاز في الموعد المحدد أو أن هي هيتأخر موعد انتهاءها أم ستمنح الأندية مهلة جديدة حتى 31 يوليو وأن جدوى للترتيب قد يتغير كثيرا خلال الشهر المقبل إلا أن هذا القرار سيصدم فريق فيوتشر خاصة أن لها يوم يصل أي خطاب رسمي سواء من الربطة أو من الاتحاد المصري لقرة القدم ويمكن كان أحمد دياب رئيس ربطة الأندية المصري كان أعلن بشكل رسمي عن فكرة اختيار الأندية اللي هتشارك فيه البطولات الأفريقية وكان 30 يونيو الجاري فلسه مش عارفين إذا كان سيحدث تغيير في هذا الموعد أم هيكون باختيار الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية في الموعد المحدد ومن البوابة سبورت وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمطار القاهرة الدولي يستقبل طبعا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يمكن منذ ساعات قليلة جدا أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمشاركين في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 17 عام واللي طبعا استضافتها المكسيك في الفترة من 10 وحتى 19 يونيو ألجاري وفور وصولهم طبعا قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تهنئة لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في رفع الأثقال بعد أتلاء منصات التتويجي الحقيقة يعني رفعوا راسنا وحققوا نتائج كبيرة جدا وهيلة جدا في هذه المسابقة أو هذا المشروع وصنع الفارق لمشاركتهم بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين بحضور طبعا الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال والدكتور محمد معاون الوزير لرياضة البطولة وأيضا الدكتور محمد مهدي محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة والكابتن علاء الدين حسن كامل مدير المنتخبات القومية لرفع الأثقال والأجهزة الفنية والإدارية المرافقة للبعثة والحقيقة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يمكن كان له عدد من الزصرحات الصحفية عقب تحقيق هذه النتائج وتحديدا كمان عقب استقبال هؤلاء الأبطال ويمكن نشايف أنه هيكون فيه أجيال قادمة ورائعة في مجال رفع الأثقال والحقيقة أنه أشاد بهم إشادة كبيرة جدا وكمان يمكن نتكلم عن فكرة دور وزارة شباب والرياضة في رعاية وأعداد هؤلاء الأبطال خلال المرحلة المقبلة ومن موقع اليوم السابع أغلى عشر صفقات في تاريخ كرة القدم نيمار بالصدارة يتصدر البروزيلي طبعا نيمار نجم باريس سان جرمان قائمة أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بـ 222 مليون يورو بعد انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة في عام 2017 تحديدا في المركاتو الصيفي 2017 ومع فتح باب الانتقالات الصيفية أو المركاتو الجديد لصيف 2022 يمكن اليوم السابع بيستعرض قائمة أغلى عشر صفقات في تاريخ كرة القدم على النحو التالي يمكن أكيد زي ما احنا قلنا في البداية نيمار من باريس سان جرمان بـ 222 مليون يورو وبابي من موناكو إلى باريس سان جرمان بـ 180 مليون يورو ودمبلي من بروسي دورتمونت إلى برشلونة بـ 140 مليون يورو ودمبلي أو كوتيفنيو من ليفر بول إلى برشلونة 135 مليون يورو وفليكس من بانفيكا إلى أتلاتكو مدريد بـ 127 مليون يورو وغريزمان من أتلاتكو مدريد إلى برشلونة 120 مليون يورو وغريليش من أستونفلا إلى منشاستر سيتي 117 مليون يورو أما كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتس بـ 117 مليون يورو ولوكاكو من إنتر ميلن لتشيلسي 115 مليون يورو وأخيرا هازرد من تشيلسي لريال مدريد 115 مليون يورو أيضا وأخيرا من الرياضية برشلونة تسجن 22 شهر أصدرت محكمة في مدينة برشلونة أمس حكما بسجن كاميروني سامويل أتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ونجم برشلونة السابق حكم يمكن يبلغ 22 شهر مع وقف التنفيذ بعد ثبوت توروته بالتهرب من 3.86 مليون يورو لمصلحة الضرائب خلال فترة لعبه في أسبانيا ويمكن صحيفة سبورت تحدثت عن هذا التقرير أو هذه الواقعة لأن مهاجم برشلونة أو سامويل أتو الحقيقة أنه يعني اعترف بارتكابه المخالفة ولكن يمكن أصدر الاتهام أو أسند الاتهام لوكيل أعماله السابق ماسلس طبعا وكانت التهمة المواجهة لأتو مرتبطة بعدم الإفساح عن حقوق يعني صوروا لشركة بوما وبرشلونة وإقراراته الضربية الشخصية ما بين 2006 حتى 2009 وذكر أتو طبعا في تصريح أنه سيدفع المبلغ المطلوب لكنه مع ذلك أصر على تحميل مسئولية كاملة لوكيل أعماله السابق ده طبعا يعني اللي كان بيعده بمنزلة والده وقال قد كان بمنزلة والدي الذي يرعوني عندما كنت صغيرا سأدفع ما علي من التزامات لكني كنت يعني أدي ما علي وما أفعل ما يقول لي والدي وسيدفع أتو إضافة إلى المبلغ المذكور في التقرير 81 مليون يورو على سبيل الغرامة وسيدفع أيضا يمكن بعد ما أسند لي التهمة سيدفع أيضا وكيل أعماله السابق مسئولة 942 و43 يورو دي كانت أخبارنا الصدرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل مقر البوابة نيوز بشكركم جدا الكلمة ليكم مرة أخرى تغطية رائعة منك يعني كالعادة بجد يا ماري شكرا لك جدا شكرك عليها